اشتركوا في القناة لمملكة البحرين أثناء وبعد دراستهم وأشار سموه خلال اللقاء إلى دعمه التام للبرنامج انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تؤكد على أهمية العناية بالشباب البحريني وتمكينهم في كافة المجالات باعتبارهم محرق التنمية وهدفها الأول وبما يحقق تطلعات صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنمية كوادر شبابية بحرينية مؤهلة ومحترفة تمثل المملكة خير تمثيل في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر